السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم في فيديو جديد لقناة إيمان عبد الحميد منذ أيام قليلة أعلنت الإعلامية ياسمين سيدة عبداللطيف الخطيب الشهيرة بياسمين الخطيب على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أعلنت قائلة تم الانفصار رسميا عن الأستاذ رمضان حسني أرجو أن يحترم الزملاء الإعلامين والصحفيين رغبتي عدم التحدث عن الأمر الذي أؤثر أن أختصره بكلمة النصيب كما أرجو من محبيني أن يتمنوا لي العوض والخير فيما هو قادم كانت الإعلامية ياسمين الخطيب قد تزوجت من رجل الأعمال رمضان حسني في شهر أغسطس الماضي أي لم يمر على زواجها حوالي عشرة أشهر هو الزوج الرابع لياسمين الخطيب بعد زوجها الثالث المخرج خالد يوسف بعد نشر هذه التغريدة بساعات قليلة أعلنت أيضا ياسمين الخطيب عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك قائلة بالأمس حاولت الانتحار بتناول جرعات كبيرة من حبوب الزانتكس وتريتزول التي أتناولها بانتظام بناء على تعليمات طبيب نفسي ولم تفلح المحاولة للانتحار وأعدت غصبا إلى هذه الحياة البغيضة القاسية الظالم وأهلها لا أعاني من أي صدمة عاطفية أو ما شابه لكني سأعترف وبكل شجاعة أني أعاني من مرض بي بي دي أي الانفصام الحاد للشخصية قالت أنها تعاني من هذا المرض على مدار حياتها ولم يستطع أحد أن يستوعب حالتي أو يدعو مني أنا شديدة الحساسية متقلبة المزاج لا أسق بأحد ولدي مخاوف كثيرة من الهجر كل الذين أدركوا حالتي استغلوا ضعفي بلا رحمة ولم تعد لدي أي طاقة للمقاومة أتمنى الخلاص نشرت ياسمين الخطيب هذه الأمور على صفحتها الرسمية على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك